اشتركوا في القناة امام فريق عليك ايضا من اول عشر اندية تم انشاءها في مصر ولو باع كبير جدا في بطولة الكاس وحقق البطولة ست مرات فهو كان موردا هاما لتقديم النجوم في المنتخب يعني انا عندي تقريبا اكتر من خمسة واربعين لعيب ما اقدرش ان انا انسى حد فيهم بداية من كابتن عبد المنعم الحاج كوكو شارشا كابتن حسن علي كابتن شازلي مصطفى رياض ابراهيم الخليل حمزة عبد المولى محمود حسن محمود عوض حمدي عبد الفتاح كابتن بدا عبد الفتاح عبد النبي وعبد النبي دوت يمكن كتير محد ما يعرفوش انما ده خد سنة سبعة وخمسين تمانية وخمسين هدف الدولي المصري كابتن شاكر عبد الفتاح صلاح عبد الفتاح محمود شاكر عبد الفتاح رأفة مكي الحملاوي التونسي السيسة عباس فخري حسن فريد محمد فؤاد محمد رمضان محمد كمال جمال عبد الحليم حسني خليل مطحة انور السيد يوسف الشابوري ياسر فاروق مؤمن عد الغفار تريكا علي ماهر مخلوف محمد عمر ياسر فاروق ادم احمد مصطفى كابتن ابو العز حسين شكري اللي يعب عندنا في النادي الاهلي وكابتن احمد بهاء عبد المولا كشار خضر هاشم البكرة عبد العزيز عمر سماكة اللي برضو يعب في النادي الاهلي حنتكلم على كل النجوم دولة مع ان شاء الله مع نجومنا اللي حيشرفونا النهاردة في الستوديو التحليلي تعالوا الروح دلوقتي لمبارس القناة الاهلي في جولة فوندو الاهلي كريم احمد مساء الخير يا كريم برحب بيك سوئي كل التحليك ولكل مشاهدة وجمهور وعشان مطبيع قناة الاهلي في كل مكان بطول التكأس مصر النهاردة الاهلي والترسانة على السادة الاهلي في تمام الساعة الثامنة مساء مباراة صعبة طبعا كعادة مباراة تكأس مصر فيها مفاجآت عديدة لكن مع التركيز الكبير لفريق النادي الاهلي ومع نواة المرتفعة إن شاء الله بإذن الله نقدر نحسم هذه المباراة ونتخطى دور الستاشر وممكن نتدجيا بقى إن شاء الله خلال المرحلة القادمة نبدأ مرحلة مرحلة كده للوصول المباراة النهائية ونستطيع نادي الاهلي إن شاء الله الحصول على لقب كأس مصر يمكن زي ما احنا عارفين كابتن أيمن احنا متوجدين كالعادة في فندق الإقامة بينين الأخبار وكواليس فريقا للنادي الاهلي ومدى الجهازية والاستعدادات الخاصة لها هذه المباراة أنها النادي الاهلي أمس تدريب بقوي جدا كان فيه تأسيم أخيرا فيه المباراة يمكن نتكلم بشكل عام الجهاز الفني طبعا بقيدة مصر ينين فيلر عن أهمية هذه المباراة عدب الاستهانة طبعا بفريق نادي الترسانة مع المباراة العديدة ليه يمكن هو نفسه بشكل كبير جدا لكن إن شاء الله بإذن الله الاختيار النهاردة بالنسبة للتشكيل يكون موفق لغيابات كثيرة جدا فيه فريق النادي الاهلي تم اللاعبين من اللاعبين المؤثرين فيه تشكيل الفريق النادي الاهلي أيمن أشرف والسلية طبعا ثلاثة إنذرات الشناوي بيغيب وليد سليمان بيغيب علي معلول بيغيب كان عدد كبير من العديد الأحمد الشيخ كمان بيغيب النهاردة عن هذه المباراة في هذه المباراة فندو الإقامة طبعا كالعادة يمكن زي ما أكدنا قلنا خلاص يمكن جمهور النادي الاهلي لحفظ معادل فطار معادل غادة معادل المحاضرة بالنسبة لي المباراة لكن عايز أقول لك المحاضرة الأخيرة طبعا هنا في فندو الإقامة حط في الرتوش الأخيرة مستر ريني فيلع على التشكيل والمهام كل الصغرات ونقاط للقوة وضعف لفريق نادي الترسانة وأيضا كمان التاكتيك لا يطبقوا النادي الاهلي في هذه المباراة نهاردة كمان طاقم تحكيم على رأسه طبعا أحمد جمال حكم مساحة محمد عبد السميع وخالد رمضان محمد محمود وحكام ألفار محمد عباس وصبري إبراهيم كل الأمور الحمد لله كابتن أيما ماشي بشكل طيب ومطمئن ليه فريق النادي الاهلي ينقصن إن شاء الله كل التوفيق وزي ما بنقول كل مرة الإصابات يعني ربنا يا بي كاتف محتاجة جدية محتاجة عزيمة لكل لعابة النادي الاهلي مش عايزين نفقد أي لعب خلال المرحلة القادمة احنا خلاص مبارات متبقية بتنتهي في بطولة الدور العام المقاولين ثم بعد كده بقى التركيز الكبير في البطولة الأفريقية وتحديدا مبارات الوداد المغربي فإن شاء الله النهاردة أداء ونتيجة وإن شاء الله بيبقاش في أي إصابات بإذن الله كل التوفيق لفرق النادي الاهلي في هذه المباراة وبإذن الله النهاردة نفرح مع جمهور النادي الاهلي في هذه المباراة أداء ونتيجة عايزة أختم معك طبعا سريعا بقى مصطفى الشبير اللي هيكون نهاردة في حراسة المرمة بنتمنى له كل التوفيق أداءه وكان أكثر من رائع خلال مرحلة الماضية لازم ياخد فرصة كبيرة نهاردة كمان مستر مايكل المدرب الحراس بيدي له فرصة النهاردة النهاردة في مباراة ألتر سنة عاود لكم الجديدة كابتن عيما